اعلنت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل دعمها للتوجيهات الأخيرة التي اعلنها الأخ الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية في خطابيه الأخيرين خلال ترأسه الاجتماع الاستثنائي لحكومة الوفاق واجتماع لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار جاء ذلك في بلاغ صحفي أصدرته اللجنة اليوم في ختام اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الكريم الإرياني قالت فيه إنما يحيط بعملية التحضير للحوار من أحداث وحوادث معيقة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الدولية ذات العلاقة وبخاصة ما حدث من هجوم على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومبنياء التلفزيون والأمن السياسي بعدا وعدم إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن الاستقطابات السياسية وتوظيفاتها سيؤثر سلبا وبشكل كبير على تحضيرات الحوار والثقة في إمكانية تطبيق مخرجاته وكانت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل استعرضت تقريرا موجزا عن القضايا والمتطلبات لحوار الوطني الشامل وتهيئة ورفعت تلك المتطلبات لرئيس الجمهورية على أمل إصدار توجيهاته باتخاذ الإجراءات الميدانية والعملية لتنفيذها من بين المتطلبات الآتي واحد استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني اثنان إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسرا إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94 إلى أعمالهم فورا ودفع مستحقاتهم القانونية ثلاثة معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وضعهم نتيجة لخصقصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94 أربعة إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإحالة المتسببين في ذلك للمساءلة القانونية وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية خمسة إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت مع مراعاة حقوق الملكية الفردية لأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها ستة إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة الضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم سبعة إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في منهج التعليم ومنابر الإعلام وثقافة وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94 ثمانية توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأا تاني لا يجوز تكراره تسعة معالجة قضية مؤسسة صحيفة التي لحقت بها نتيجة وسرقة بعض ممتلكاتها وضرورة معالجة قضية حارسها عشرة تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم وسوء إدارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج إيجابي في الجنوب الحدي عشر تعين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء بما يلبي شروط الشراكة الوطنية ثاني عشر وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الأعلام والمساجد ومنهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية الثلاث عشر وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعدة ومنع كافة أنواع التقطعات الرابع عشر وقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء الصعدة وفتح منفذي البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة كشهداء ومعالجة الجرحى وتعويضهم الخامس عشر توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيا والمناطق المتضررات الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب واعتبار تلك الحروب خطأا تاريخيا لا يجوز تكراره وكذا إعادة إعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين السادس عشر الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسرا سواء كانوا أمواتا أو أحياء السابع عشر تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمة المجتمع المدني ذات العلاقة وبما يتوافق مع المواثق الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية الثامن عشر تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية التاسع عشر تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك عشرون الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتي حصلت في العام 2011 أكدت لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار التزامها بتوجيهات الرئيس عشر